سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يستدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والمخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان برج البحرين يلتقيان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشوار من مار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشفقت السماء فكانت غوذة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجنى جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قصرة الطعف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دوني ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 تبعك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر